ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية كيف ترى شكل وطبيعة العلاقات الآن بين القاهرة وتل أبيب سعرة سبيل؟ لا طبعا أنا شايف أن العلاقات دلوقتي في أزمة كبيرة جدا لأنه النهاردة أنا دايما بقول أنه إحنا كمصر إحنا مش طرف محايد إحنا طرف عربي طرف عربي أصير نحن لا نحايل نحن ليسنا مستطاق بين الفلسطين وإسرائيل إحنا الفلسطين دي أشققنا فإحنا لما يجينا تفاوض مع إسرائيل من الفاوض إسرائيل اللي حسها على أنها تعطي الحق المشروع للشعب والفلسطين العلاقات المستوى للعلاقات السنائية يعني شوف هو المشكلة فيه أنه ما فيش طبيع شعبي بمعنى طبيع شعبي لا أنا ما قصدته الآن سعادة السفير يعني حالة العلاقات الراهنة بمعنى ماذا طرأ على هذه العلاقات بعد السابع من أكتوبر الماضي لا أكيد فيه أزمة أكيد فيه أزمة فيه أزمة جبيرة جدا وخاصة أنه أنه إحنا بنواجه مشكلة كبيرة جدا يعني نية إسرائيل فيه دفع بسكان غزها إلى التهجير للمصر وهذا مرفوض وهذا خط أحضر وده أنا ما عرفش هيقود لإيه لأنهما في دماغهم كده طبعا إحنا موقفنا قوي ومنقف القيادة المصرية صارم فيما يتعلق بهذا الموضوع وهما بيعملوا حساب كده هما بيعملوا حساب لمصر كويس أوه ولكن طبعا دي فيها أزمة ولكن أنا دايما بقول لازم يكون فيه بيننا وبينهم شعرة معوية لا أي شيء شعرة معوية والدليل على ذلك أنه إحنا بيبقى دينا الدور لأنه إحنا مص دولة قوية وديبلوماسيتها متميزة وفي نفس الوقت عندها القدرة على أنها تتواصل مع جميع الأطراف فإنت النهاردة لو أعملت أزمة تماما وقاطعت إسرائيل مش هيبقى فيه الوسيلة أو الطول أنك تتعامل معهم ولكن ماذا إذا إسرائيل تجاوزت هذا الخط الأحمر بالنسبة لمصر طبعا دي ده سؤال يعني الإجابة عليه صعبة جدا ولكن أنا أعتقد أنه يعني أنا في تصوري أن في لحظة ما وهذا طبعا مش أكيد لكن أنا بحكم أن أنا عارف الإسرائيليين بيفكروا إزاي الإسرائيل ليست من مصلحتهم أنا أتكلم عن الداخل الإسرائيلي ممكن تكون حكيمة حكومة اليمن المتطرف بتفكر بالطريقة دي إنما ما هيبقى فيه ضغط لأ لأن دي هتبقى خطر على عملية السلام خطر على اتفاقية السلام خطر إن هي ممكن يبقى فيه موجهة وإسرائيل بتعمل حسابها الجامد أو على كده أو يعني إسرائيل بالنسبة لها مصر إسرائيل عملت إنجاز كبير جدا باعتحقي السلام مع مصر فحيطة إنها تعمل حاجة عشان تستفز مصر تقوم عملية السلام دي ترجع للمربع الأول أعتقد إنه ما هي تجنبه ذلك أعتقد لكن طبعا كل واحد يعني ما حد لشي قدر يأكد مية في المية وإيه اللي ممكن يحصل إذا كان بايدن يعني يصف هذه الحكومة بأنها أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل هل نتوقع أنها ستأخذ بعين الاعتبار أهمية المحافظة على علاقات وعلى حالة السلام بينها وبين الحكومة المصرية كحكومة الحكومة الإسرائيلية الحالية أنا لا أصدق فيها إطلاقا حكومة بن غفير وساموريتشو دول حكومات متطرفة وحكومات لا تفكر لا تؤمن حتى بحق الفلسطين أو العرب ويعني هم اللي بورطه رئيس الوزراء خدي ما لحظتك رئيس الوزراء نيتنياهو ليس يميني متطرف ولا يميني رئيس الوزراء نيتنياهو ما يسعى ليه هو الكرسي اللي يكون رئيس الوزراء ممكن يتحالف مع أي حد في سبيل الكرسي فهم ورطوه هم ورطوه الحقيقة في كل اللي هو والنهاردة هو أنا ما بيأخد قرارات بتاعة مجلس الوزراء اللي هو طبعا المجلس الوزراء اللي بتكلم عليه مش مجلس الوزر الحادي اللي هو مجلس الحرب بتكلم عن مجلس الوزراء عادي هم ورطوه فيه في اتخاذ سلسلة من القرارات اللي هي خلت الفلسطينيين يوصلوا إلى درجة من يعني خلاص وصل لمرحلة الانفجار بسبب المستوطنات والاستفزازات وتدنيس الأقصى كل ما يخطر على بالك من استفزازات هي دي ودي عملت كمان يعني عملتهم قلاقة داخلية لأن عرب 48 مش سكتين برضو وعرب 48 على فكرة عرب 48 أنا منذب دول الناس اللي أنا ما روحت هناك احترمتهم جدا لأنهم عرب فعلا وطنيين وبيدفوا عن الهوية العربية داخل اسرائيل وبيقوموا مقاومة صح ويعني الحقيقة يعني مش عشان شالوا الهوية الاسرائيلية او قبلوا ان ياخدوا الجنسية الاسرائيلية بحنا نتعامل معهم كاسرائيلي لازم نحتضنهم لأن دول دولهم مهم جدا داخل اسرائيل مهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر